هنحنل مع بعض تمرين على لسن 4 unit 10 اللسن بعنوان footprint and two neighbors held each other هنحنل مع بعض من كتاب الباهر وكتاب المعاصر يلا نشوف مع بعض تمرينات كتاب الباهر اول حاجة جايب لقطع listening فبيقول لي يعني لما بندخل على الانترنت احنا بنكتب بنعمل click او بندغط على لينكات بنشوف الصور بتاعت اصحابنا بنعمل postis بنكتب رسائن وبننزل الصور بتاعتنا لما احنا بنقوم بعمل هذه الانشطة بنسيب مصار او طريق من البصمة الرقمية بتاعتنا people can see that road الناس بيقدروا يشوفوا هذا المصار وسبق وشرحنا ان احنا الاكتيفتز بتاعتنا لو مش عاملناها log بيبتدوا اصحابنا يدخلوا يعرفوا احنا علقنا الساعة كام علقنا على any post كتبنا ايه بعتنا رسالة لمن فعشان كده دايما احنا بنعمل log للاكتيفتز بتاعتنا واحنا لو عاملين comment في صفحة معينة على post معين بيطلع ليه اصدقائنا هو ده المقصود بالdigital footprint اللي هو البصمة الرقمية طب يلا مع بعض نحل الاسئلة number one بيقول لي listen and write true or false طبعا بكتب t للجملة الصحيحة و if للجملة الخاطئة بيقول لي number one when we go online we don't type يعني لما بنكون عن انترنت احنا ما بنكتبش طبعا الكلام ده false لان هو هنا قال لي when we go online we type يعني ده معناه ان احنا لما بندخل عن انترنت احنا بنكتب عادي طيب الجملة التانية بتقول when we go online we post our own messages يعني احنا لما بنبقى عن انترنت بننشر الرسائل الخاصة بينا طبعا هو قال لي كمان هنا post our own messages وبدأ الكلام وقال لي when we go online فطبعا يبقى الجملة التانية هتكون true الجملة التالتة we leave a road from our digital footprint احنا بنسيب مصار من البصمة الرقمية بتاعتنا طبعا الكلام ده true لان هو قال لي هنا we leave a road from our digital footprint السؤال الرابع بيقول لي people can see the digital road الناس ان هما يعني اصدقائنا او الناس المشتركين في صفحتنا مش هيقدر يشوفوا المصار الرقمي بتاعنا طبعا الكلام ده هو false لان هو هنا قال لي ان people can see that road يبقى كده معانا ان الناس بتقدر انها تشوف هذا المصار مش ما بتقدرش number one هتكون false number two هتبقى true number three هتبقى true number four هتبقى false ونخلي بقى ان في القطع بتاعت الليسنينج ما بتبقاش مكتوبة قدامي في الورقة هي بتبقى في الورقة بتاعت الميستر او التيتشر بيخش يقرارك مرة اتنين تلاتة انت المفروض يعني وانت بتعلم كده بالقلم الرصاص في الورقة اللي معاك ان انت بتحط نفسك حاجات مثلا تفكرك او بتحاول ان انت تلقط المعنى على طول عشان لما يجيلك الاسئلة تبقى فاكر المعنى وتعرف ان انت تحلها لان هو طبعا مش هيقعد يقراها لك طول الوقت ومش هيبقى قدامك القطع عشان تعرف ترجع لها طيب نشوف السؤال اللي بعد كده السؤال number two بيقول read the text and answer the questions يعني اقرأ النص واجب عن الاسئلة وده مثال reading text وده بيبقى قدامي في الورقة بقدر ارجع له عشان اعرف منه الاجابة بيقول to be safe online يعني عشان تكون امن وانت متصد بالانترنت there are some steps you should follow لازم هناك بعض الخطوات اللي اجب عليك ان انت تتباحها use a profile picture that doesn't show your face اختار الصورة الجانبية ان انت هتحطها للاكاونت بتاعك ما تبينش والشك ما تتعرفش الناس انت مين يعني شكلك ايه للناس اللي ما تعرفكش يعني don't share your password and personal information ما تعملش مشاركة للرقم السري بتاعك او كلمة السري بتاعك والمعلومات الشخصية don't believe and don't be a bully لا تتنمر على حد ولا تخلي حد يتنمر عليك make sure online information about yourself is positive يعني خليك متأكد ان اي معلومة انت عاملها public للناس اللي هي تشوفها وانت متصد بالانترنت تكون معلومة ايجابية وليكن مثلا دراسات معينة قمت بيها منصب معينة وصلت له عشان تبقى قدوة لغيرك ان هو يكتهل عشان يوصل للمكانة دي مثلا share your ideas with your partner اعمل مشاركة لي الافكار بتاعتك مع الاصحاب المشتركين عندك يعني طيب choose the correct answer هنختاري الاجابة الصحيحة بيقول لي number one share ولا don't share ولا shares your ideas with your partner يعني عايز هنا يقول لي في الجملة الامرة بستخدم لما بنفي الجملة الامرة او بأمونك بحاجة ما تعملهاش بقول don't زائد الفعل في المصدر انما عايزك تعمل حاجة فبجيب الفعل في المصدر على طوله وبقولك اعمل الحاجة دي فهنا انا عايزك ان انت ايه تشارك الافكار بتاعتك مع الاصدقاء المشتركين معك في صفحتك فهقولك share يبقى الحل هيكون share your ideas with your partner وهي موجودة في اخر سطر هنا من القطعة طيب السؤال التاني بيقول make sure online information about yourself is خليك متأكد ان اي معلومات انت عاملها ببلك عن نفسك هتكون negative سلبية ولا positive ولا ايجابية ولا simple ولا بسيطة طبعا هتكون positive زي ما هو هنا اي اللي make sure online information about yourself is positive فهي من القطعة طيب السؤال number b بيقول read and write true or false بيقول use a profile picture that shows your face طبعا هنا هو قال لي use a profile picture that doesn't show your face مش show your face فطبعا هتكون false لان المفروض ان انا ما بختار صورة ما اختارش صورة هتباين شكلي خاصة يعني عشان دي هيشوفها كل الناس فمش محبب ان الناس ما تعرفنيش تشوف شكلي وتعرف معلومات عني طيب number four don't be a bully يعني لا تتنمر ولا تخلي حد يتنمر عليك طبعا true وهي موجودة في القطعة don't be a bully السؤال اللي بعد كده سؤال number three بيقول choose the correct answer اختاري الاجابة الصحيحة number one بيقول when we go online we leave a يعني لما بنبقى منتصلين بالانترنت احنا بنسيب ايه طبعا foot print اللي هو البصمة الرقمية ودي معلومة من معلومات الدرس وهي اساس محول الدرس ان احنا بنتكنم عليه النهاردة طيب number two when we go online we click a links طبعا خدنا المصطلح البروبوزيشن اللي بيجي مع click بنقول click on links يعني بنضغط على اللينكات او العنوان بتاع المواقع اللي بندخل عليها فبنقول click on number three I played ولا watched ولا sent an email to my grandma طبعا played يعني لعبت watched يعني شهدت sent يعني ارسلت فطبعا انا بقول على الاميل sent an email فيبقى هاختار I sent an email to my grandma يعني ارسلت بريد اه اه رسالة على البريد الاكتروني ليه جدتي number four I put some photos of me at ولا اين ولا on social media طبعا بقول put on يعني حطيت على موقع التواصل الاجتماعي وده برضو اخدته في الدرس بتاع النهارده وعرفت ان ال propositions اللي بيجي مع put بيكون on يبقى I put some photos of me on social media number five I research طبعا بقول research for يعني بحثت عن research for my homework on my tablet يعني بحثت عن الواجب بتاعي على التابلت number six I logged into some websites with my يعني عملت تسجيل دخول على بعض المواقع الالكترونية طبعا بعمل تسجيل الدخول بالاي طبعا بالpassword يعني بكلمة السر بتاعتي طيب I a video online بقول I uploaded a video online يعني حملت فيديو من على الانترنت يبقى I uploaded a video online بيقول don't share your password and a information يعني ما تعملش مشاركة لكلمة السر بتاعتك وطبعا معلوماتك الشخصية يبقى and personal information يبقى don't share your password and personal information طيب هنا بيقول لي برضو don't a and don't be a bully يعني ما تتنمرش وما تخليش حد يتنمر عليك يبقى don't bully and don't be a bully لن نتنمر ولا نخلي حد يتنمر علينا بيسأل بقى كده في السؤال number 10 بيقول are you a online فانا عايزة اقول هل انت في امان يعني وانت بتتصل بالانترنت يبقى are you safe online يبقى السؤال بيقول are you safe online number 11 they love طبعا وlove هايجي بعدها verb plus ing طيب يبقى verb plus ing they love يبقى computer games computer games يبقى عايزة اقول هما بيحبوا لعب العاب الكمبيوتر يبقى playing يبقى they love playing computer games number 12 they don't make ولا play ولا do their homework اتفقنا اني بنقول مع homework do homework ماقولش make homework اقول do homework اقول make a cake ماقولش do cake اقول made a cake او make cake انما اقول do homework يبقى they don't do their homework number 13 playing computer games all the time is طبعا unhealthy اللي هو اللعب المستمر طول الوقت اللي العاب الكمبيوتر ده طبعا شيء غير صحي هيوجع ظهرنا هيوجع عينينا هيضيع وقتنا هيوجع مخنا هيخلينا مش بنزاكر هيخلينا منعزلين ما بنعملش اي activities تانية ما بنخرجش ما بنلعبش مع اصحابنا فطبعا هو شيء unhealthy يعني غير صحي number 14 بيقول children can play together and ايه فن مصطلح خدته بقول have fun يعني الاطفال ممكن يلعبوا سوا ويقضوا وقت ممتع وقت مرح يبقى بقول have fun number 15 can you make ولا give ولا play run ya some more advice انا بقول give advice يعني ان انا اعطي لحد نصائح فهقول can you give runya some more advice يعني هل يمكن ان تعطي رانيا المزيد من النصائح يلا نشوف السؤال اللي بعد number 14 بيقول لي reorder the words to make correct sentences يعني اعطي ترتيب الكلمات لتكون جملة صحيحة لازم اعرف معنى الجملة واترجمها ترجمة صح واعرف قواعد اللغة الانجليزية ببدأ بايه وبجيب ايه بعد ايه عشان اعرف احل الجملة صح هنا مثلا بيقول لي send an email i my to grandma عايز اقول اني انا ارسلت لجدتي ايميل فهيقول هبدأ بالفعل اللي هو i وبعدين الفعل اللي هو sent وبعدين هقول الحاجة اللي انا بعتها بقى اللي هو an email وبعدين الشخص اللي انا بعتله وبعدين الحاجة اللي لعبتها اللي هي a game وبعدين لعبتي مع مين يبقى with my friend يبقى i played a game with my friend number three عايز سؤال بيقول لي you like do games computer عايز سؤال بيقول لي هل انا بحب العاب الكمبيوتر يبقى هبدأ بي اداة السؤال اللي هي do هو اصلا حطيت لي خط تحت الكلمة اللي بابدأ بيها وبعدين لما بعمل سؤال بقدم الفعل على الفعل يبقى do ها الفعل بقى على الفعل اللي هو ايه على خاصة عملت بالفعل المساعدة اللي هو do يبقى do you like هل انت تحب كمبيوتر جيمز ألعاب الكمبيوتر يبقى do you like كمبيوتر جيمز هل انت تحب ألعاب الكمبيوتر السؤال اللي بعد كده number five read and match اقرأ ووصل وبنقول نخلي بالنا قوي من سؤال الماتش لان الغلط فيه مضاعف لو انت وصلت جملة باختيار خاطئ هيترتب عليه ان الجملة التانية هيكون اختيارها خاطئ لان انت خدت الاجابة بتاعت واحدة حطتها الواحدة تانية وربما كمان يترتب عليها ان انت عملت اكتر من جملة غلط فالماتش نخلي بالنا منه قوي لان الغلط فيه سهل والغلط فيها يبقى مضاعف يعني ممكن تغلط غلطة تتسبب لك ان انت حال الباقي زي ما احنا عارفين برضو ان كل المعلومات بتاعت الماتش بتكون من خلال اسئلة الدروس طيب تعالوا نشوف كده مع بعض بيقول لي ايه I put some photos of me انا حطيت بعض الصور بتاعتي حطتها فين طبعا on social media يعني على صفحتي في موقع التواصل الاجتماعي يبقى I put some photos of me on social media يبقى number one اخدت معاها بي number two بيقول I sent an email طبعا I sent an email to my grandpa يعني انا بعت ايميل لجدي يبقى number two هتاخد معاها دي number three بيقول don't share ما تشاركش طبعا your password ما تديش لحد الرقم السري بتاعك او كلمة السر بتاعك يبقى number three هيكون معاها ايه number four don't bully and don't be a bully يعني لا تتنمر ولا تخلي حد يتنمر عليك يبقى number four هيكون معاها c يبقى I put some photos of me on social media I sent an email to my grandpa don't share your password don't bully and don't be a bully السؤال اللي بعد كده بعمت ويت the following sentences ده علامات التركيم بيقول لي where do هادير and runya meet انا بعمل سؤال باستخدام where طبعا هبدأ السؤال بكابتل لتر يبقى الدبليو دي هتبقى كابتل لتر مش هنسى علامة الاستفهام في الآخر عندي هادير ورانيا دولة أسماء أعلام لأنهم أسماء معروفة وأسماء بني أدمين فهبدأ كل واحدة فيهم بكابتل لتر يبقى هتبقى الدبليو كابتل لتر والإتش بتاع هادير كابتل لتر والار بتاع رانيا كابتل لتر هنسى الحقيقة في الآخر يبقى الدبيو كابتل لتر عشان بدأت بيها الجملة والإتش كابتل لتر عشان اسم هادير والار كابتل لتر عشان اسم نانيا وحطيت في الآخر الكوستشن مارك علامة الاستفهام عشان ده سؤال طيب كده هنخلصنا مع بعض تمانين كتاب الباهر على الليسن فور يوني تن طيب يلا مع بعض بقى نحل تمانين كتاب المعاصر هنحل دلوقتي مع بعض تمانين كتاب المعاصر على لوسن 4 يونت 10 أول سؤال بيقول read and complete the text with words from the box. جايب لي تيكست وجايب لي فيه أماكن فاضية والمفروض أني بأخد من الكلمات المحدوطة في البوكس. وبكمل التيكست بالكلمة المناسبة للمعنى بتاعه. طبعا homework معناها الواجب. فيديو اللي هو الفيديو. game العاب put يعني يضع. طيب التيكست بيقول لي إيه بقى؟ بيقول لي I sent an email to my grand ma يعني أنا أرسلت رسالة في البريد الإكتروني الجدتي I played a A online with my friend in Cairo. عايز أقول أن أنا لعبت لعبة وأنا متصد بالإنترنت مع صديق ليا من الكاهرة. يبقى I played a game. بعدين بيقول I not some photos of me on social media. يعني أنا نزلت ليا أو وضعت ليا بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي. يبقى I put I put some photos of me on social media. وبعدين بيقول I logged into some websites with my password. يعني أنا عملت تسجيل دخول لبعض المواقع عن طريق كلمة السر بتاعتي. I uploaded a video وحملت فيديو. فبقول played a game يعني لعب لعبة. Put some photos يعني نزل صور. Uploaded a video يعني حمل فيديو. اللي مش معاك تاب المعاصر خد سكرينشوت بالصفحة وهي مش محلولة. وبعد ما تسمع الفيديو حاول أنت تحل مع نفسك. تشوف فهمة الإكسرسايز وعرف تحله ولا لأ. أوكي. أدي الصفحة اللي مش محلولة أهل. وأدي الصفحة المحلولة أهل. يبقى بنقول played a game. Put some photos uploaded a video. تاني سؤال سؤال بيقول لي يعني قاعد ترتيب الكلمات عشان تعمل جملة صحيحة بيقول لي research اللي هو بحثه وطبعا هو عطول بيحط لي خط تحت الكلمة اللي أنا هبدأ بيها هترجم المعنى وافهمه وابتدي أشوف عناصر الجملة في الإنجليزية بتتكون من إيه عشان أعمل الجملة الصحيحة أنا هبدأ ب I عايز أقول إن أنا بحثت عن الواجب بتاعي على التابلت يبقى I researched عملت بحث على إيه research دي بتيجي بعديها حرف الجر إيه بيجي for طيب يبقى I researched for for إيه my homework اللي هو الواجب بتاعي طب عملت researched للهومور بتاعك على إيه يبقى on my tablet يبقى I researched for my homework on my tablet طيب الجملة الثانية share personal don't your information عايز أقولك ما تشاركش معلوماتك الشخصية يبقى دي جملة أمرية أو جملة يعني أمرية بديها بالنهي أو بديها بالنفي فعايز أقولك ما تشاركش يبقى don't share ها إيه اللي مش هشاركه your حكتك إنت your إيه بقى يبقى your personal information يبقى don't share your personal information طيب number three the is matter what طبعا أنا واخدها السؤال دوت في الإكسپريشنز بتاعتي بقول what is the matter يعني ما الأمر في إيه إن نمزع عليك إيه الموضوع في إيه فبقول what is the matter يبقى what is the matter طيب السؤال اللي بعد كده بيقول to the correct answer from A, B or C هنختاري الإجابة الصحيحة طبعا كل المعلومات من الليسنز بتاعتي بيقولي number one children should a playing computer games after one hour يعني عايز أقول إن يجب على الأطفال إنهم يتوقفوا عن لعب ألعاب الكمبيوتر دي بعد مرور ساعة يعني آخرهم إنهم يلعبوا ساعة يبقى هقول إيه يبقى children should stop يتوقفون children should stop playing computer games after one hour عدت الساعة خلاص مايلعبوش تاني آخرهم ساعة طيب I have a aim my children don't do their homework أنا عندي إيه عشان أطفالي مش بيحلوا الواجب بتاعهم يبقى I have a problem لدي مشكلة أو عندي مشكلة I have a problem وده برضو من ال expressions اللي جايباها من الدروس طيب number three when we go online يعني عندما نكون متصلين بالإنترنت we leave a اللي هي المين الحاجة الأساسية اللي احنا بنتكلم عنها هنا في الدرس اللي هو we leave a footprint اللي احنا بنترك بصمة يبقى we leave a footprint يعني ان احنا بنترك بصمة اللي احنا شرحناها اللي هو ممكن comment سيبته في مكان الناس المشاركين عندي في الصفحة أو أصدقاء يشوفوه بوست سيبته هما نشرته على صفحتي فهما يشوفوه هكذا ده اسمه footprint يعني البصمة يبقى when we go online we leave a footprint number four بيقول I'll a color for my bedroom from these photos عايزة قول انا هاختار لون لقودة نومي من هذه الصور يبقى بقول I'll choose I will choose a color for my bedroom from these photos طيب number five بيقول make sure online information about yourself is لازم تتأكد ان المعلومات اللي انت عملها public اللي انت مشاركها مع الناس وانت متصد بالانترنت تكون معنومات ايجابية يبقى is positive is positive يعني معنومات ايجابية السؤال اللي بعد كده سؤال read and match ونخلي بالنا من الماتش عشان اتفقنا كتير انه من الاسئلة اللي لو عندي حاجة فيها غلط هيترتب ان يبقى فيه حاجة تانية كمان غلط فنخلي بالنا اول حاجة بيقول digital footprint يعني البصمة الرقمية طبعا معناها ايه؟ معناها is everything we do on the internet يعني معناها كل حاجة بنعملها على الانترنت الحاجة اللي احنا بنعملها علقنا على بوست نشرنا بوست بعتنا رسالة كل اللي احنا بنعمله على الانترنت ده اسمه digital footprint يبقى number one معاها دي وبقول digital footprint معناها is everything we do on the internet طيب number two I uploaded انت بتحمل ايه؟ طالما شفت كلمة uploaded يبقى فيديو على طول يبقى I uploaded a video on social media يعني انا حملت فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يبقى number two معاها E طيب number three بيقول I send an email يعني انا بعت بريد الكتروني بعته طبعا لمن to my friend بعته لصديقي يبقى number three معاها B I send an email to my friend number four بيقول use a profile picture that doesn't show your face يعني استخدم صورة للاكاونت بتاعك بس صورة ما تكونش موضحة شكلك عشان الناس اللي ما يعرفوك شي المفروض انهم يعرفوا معلومات عنك زي شكلك مثلا يبقى use a profile picture that doesn't show your face يبقى number four معاها A number five بيقول don't be a billy and طبعا don't be a billy يعني لا تتنمر ولا تخلي حد يتنمر عليك يبقى number five معاها C ناخد screenshot للناس اللي مش معاهم كتاب المعاصر وبعد ما سمعنا الفيديو نحاول نحله مع بعضينا ونحله بعد كده لوحدنا عشان نتمرنا على الماتش عشان ما نغلطش فيه في النمتحان لان السؤالين اللي بيجي لي فيهم اكتر غلط في النمتحان بيكون سؤال الماتش وسؤال الري أوردر وطبعا بيكون فيه عاكي في البراجراف برضو فدولت من اكتر حاجات اللي احنا ننمي نفسينا فيهم عشان نقفل الدراجات بإذن الله طيب السؤال اللي بعد كده بيقول punct with the following sentences اللي هو علامات الترقيم وبيقول لي الجملة الاولى we leave a footprint online يبقى we هتبقى capital letter عشان بديين بيها الجملة وخلصت الجملة هحط full stop اللي هو النقطة what is a digital footprint يبقى w capital letter عشان بديين بيها السؤال وده سؤال يبقى أخلو علامة استفهام يبقى بديت capital letter وحطيت نقطة في نهاية الجملة وحطيت علامة استفهام في نهاية السؤال كده احنا خلصنا مع بعض شرح وحل أسئلة listen for unit 10 من كتاب الباهر وكتاب المعاصر منتظرة بقى أي استفسار اكتبوا لي في الكومنت عن أي حاجة أنتم عايزين نشرحها أو أي حاجة مش مفهومة أو أي حاجة عايزين نحلها أو كتاب معين عايزين نحل منه أو رسلوني عبر صفحة منارة العلم English for you في الرسائل أو على قناة منارة العلم English for you في اليوتيوب عبر المنتدى عشان أتواصل معكم ونشوف أنتم عايزين إيه ممكن إن إحنا نعمله لكم مش عايز أفكرك إن من فضلك دي زكاة علم مش عايزين هتوقف عندنا عايزين يستفاد بها أكبر عدد ممكن فصحبك اللي ممكن يستفاد زي ما أنت استفاد تعمله mention ممكن تاخد الفيديو وتعمله شير على صفحتك بحيث إن أي حد ممكن يستفيد بالمعلومة دي يوصلك أنت كمان السواب ولو كنت لسه ما اشتركتش لحد دلوقتي في صفحة منارة العلم English for you على الفيسبوك أعمل اشتراك وأعمل follow واختار المفضلة أولا وفعل الإشعارات على الكل عشان يوصلك كل اللي بنقدمه ومن فضلك تدعم القناة بتاعة منارة العلم English for you على اليوتيوب بإن أنت تعمل اشتراك وتفعل الجرس على القناة شكرا على حص الاستماعكم بعتذر عن الصوت لإن أنا مريضة وعندي دور برد جامد جدا فبعتذر عن الصوت شكرا لكم وكانت معكم منارة العلم English for you with my best wishes thank you and goodbye شكرا لكم